هذه أبرز العنوين يوسف الشيبو يشيد بأداء نجم المنتخب المغربي بعد المستوى الرائع الذي قدمه أمام منتخب إفريقيا الوسطى وليد الرقراجي يفاجئ الجمهور المغربية ويقرر استدعاء هذا الحارس بديرا ليسين بونو بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إفريقيا الوسطى إدارة بيرميون خلال مانية تفاجئ النجم المغربي أدم أزنو بهذا القرار داخل المنتخب أمين حريط ومرسيليا يحسن مرمي مستقبلهما مع بعضهما البعض أخيرا باتخاذ هذا القرار قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب صد الدولي المغربي السابق والمحلل بقناوات بين سبورت القطرية الملحمة الموجهة ضد اللاعب المغربي عز الدين أونحي بعض الانتقادات التي طالت قرارة استدعائه عقب انتقاله إلى الدورية اليونانية دافع الشيبو في استوديو التحليلي الخاص بمباراة عن عز الدين أونحي مبديا إعجابه بالأداء الكبير الذي قدمه أمام إفريقيا الوسطى ومهاجما في ذات الوقت منتقديها الذين أثاروا استغرابه قال يوسف الشيبو في هذا الصدد عز الدين أونحي قدم مباراة كبير اليوم أتفاجأ عندما ينتقده بعض الأشخاص اليوم عز الدين أونحي برهن على أنه لعب مهم بالنسبة للمنظومة المنتخبة تابع أونحي لعب يعرف كيف يلعب في المنتخب ويؤدي بشكل جيد مغاير عن أدائه مع الفريق التي لعب لها دائما ما يعطيك الاستقرار والتوازن وهو لعب مهاري وذكي وحتى في التحركاته وتميرته في الأهداف التي يسجلها يذكر أن المنتخب المغربي تمكن من ذكي شباك مرمى منتخب إفريقيا الوسطى بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي قيمت مساء أمس السبت بمدينة وشتة لحساب الجولة التالتة من تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشرون كشفت المصادر الإعلامية المقربة أن المنتخب الوطني المغربي بقيادة وليد الرقرقية قرر استدعاء الحارس الثاني لفريق نهضة بركانة المهدي مفتاحة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المغربي المقام حاليا بمدينة وجدة بعد إصابة الحارس المغربية الأول ياسين بونو في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي الأول بنظيره منتخب إفريقيا وسطى مساء أمس السبت على أرضية الملعب الشرفي لمدينة وجدة حسب ذات المصادر فإن المنتخب بقيادة الرقرقية اختار عدم المخاطرة بإشراك ياسين بونو في اللقاء الثاني ضد إفريقيا وسطى حفاظا على لياقتها وقرر إراحته بشكل رسمي من المواجهة ليضطر لاستدعاء حارس ثاني بعد إصابة بونو وهو المهدي مفتاحة وكان ياسين بونو قد اضطر إلى مغادرة أرضية الملعب ضد منتخب إفريقيا وسطى في شوطها الأول وفي دقائقها الأولى بسبب تأطره بإصابة في شد عضلي على مستوى الفخدة ليدخل بديله مونير المحمدي الذي تألق بدوره في المباراة بكاملة وصد فرصة ثاني حالي تسجيل مباشرة بعد دخولها كان المنتخب الوطني المغربي الأولى قد فاز على المنتخب إفريقيا وسطى بحيثة عريدة وبأداء مشرف مشيدا به جميع الجماهير المغربية متمنين أن يستمر المنتخب المغربي على هذا السطر من أجل تحقيق إنجازات كبرى أفاتت التقارير الصحفية أن نالي باير ميونخ الألمانية يدرس إعارة اللاعب المغربي الشاب أدم أزنو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يأتي هذا القرار في إطار سعي النادي لتوفير فرصة لعب أكثر لأدم أزنو الذي يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الفريق الألماني ذكرت التقارير لنادي كولون الألماني هو الأقرب للحصول على خدمات أدم أزنو على سبيل الإعارة من نالي باير ميونخ في فترة الانتقالات الشتوية لمارس القادمة يسعى كولون الذي ينافس في الدرجة الثانية هي الاستفادة من قدرات أدم أزنو في تعزيز صحوفها حيث كان أدم أزنو قد انضم إلى أكاديمية نادي برشلونة قبل أن ينتقل إلى باير ميونخ الألماني في عام 2022 وقد لفت اللاعب الشاب الأنظار بأدائه المميزة مع فريقه الشاب بيهرن مما جعله يحظى بدعوة الانضمام إلى المنتخب الأول بقيادة وليد الرجريكية يرى خبار كرة القدم أن إعارة أزنو ستكون خطوة مهمة في مسيرته الكروية حيث سيتيح له فرصة اللعب بانتظام في الدور الألماني واكتساب خبرة لازمة لارتقاء مستواها يعتبر أدام أزنو الذي يبلغ من العام الثمالية عشر عاماً أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم المغربية ومن المتوقع أن يكون له مستقبل كبير في عالم المستدير تعرض الأرجنتيني فانتين كاروبي صانع ألعاب فريق أولمبيك مرسي فرنسي إلى إصابة خطيرة استبعدته عن الملاعب إلى غاية نهاية الموسم الجاري أصيب كاربوني خلال حصة تدريبية مع المنتخب الأرجنتيني أكدت الفحوصات تعرضه إلى قطع في الرابط الركبة اليسرى سيغيب على إطرها إلى غاية نهاية الموسم الجاري سيغير هذا الموضع مستقبل الدولي المغربي أمين حريطة المرشح لمغادرة الفريق أولمبيك مرسيلي فرنسي خلال المركات الشتوية المقبلة خاصة أنه يلعب في نفس مركز لعب الأرجنتيني كاربوني الذي انتزع الرسميا منذ مباراة أولمبيك ليونة لعب أمين حريطة كأساسي في أول خمس شوالات سجل هدفا وأعطى أربعة ميرات حاسمة ثم فقد رسميته بعد ذلك لصالح الأرجنتيني كاربوني المعار لموسم واحد من نادي انتر ميلانا الإيطالية أحداث حريطة انقساما داخل أولمبيك مرسيليا بين المؤيد ومعارض لاستمرارها مع الفريق الفرنسي خاصة مع انتداب كاربوني وغيرناندو ولعبين أخرين ينشطون في خط وسط الميدانة مما يتير ضغطا كبيرا على الدولية المغربية من حريطة الذي وجد نفسه خارج حسابات مدربة المنتخب البغربي وريد الرجرغية وطاقمها لأسباب فنية غير معروفة رغم الأداء المميز الذي يقدمه مع ناديه أولمبيك مرسيليا الفرنسي ترجمة نانسي قنقر